الله أكبر الله أكبر مع حلول موعد الإفطار يتجمع النازحون تحت خيام مهترئة يصاحبهم الحنين إلى الديار ولمة الأهل في رمضان على مائدة الإفطار شعور يعيشه النازحون ممزوغ بقساوة العيش ومرارة النزوح والتشرد في مخيم النقاعة وسط الصحراء شرق محافظة مأرب حيث يكافح الحاج عبدالله الغانمي وهو واحد من آلاف النازحين من أجل البقاء وسط الصحراء حيث لا شيء يشبه الحياة وحاجد كلنا في مكان شتتنا فنصبحنا مشتتين يعني نعيش وحوش في غابة أتشتتنا بعد ما جاءنا الحوثي وبعد ما نزحنا من البلاد خصوصا في شهر رمضان ذا في شهر رمضان كنا نجتمع ونسهر جمعة ونفطر جمعة ونصلي جمعة والتراويح أتشتتوا الناس ولا عد حد لا يمكن ثنين عيال عم جمعة ولا ثنين أخوها جمعة يعيش الغانمي وهو أب لخمسة أطفال في خيمة متهالكة وسط المخيم حيث لا كهرباء ولا مياه تساعده والنازحين على توفير مكيفات لتخفيف وطأة حرارة الشمس التي تحول الرمال إلى نار تحت خيمتهم المتواضعة منذ فرارهم من منطقتهم في صرواح ماتوا الناس من الضمأ ماتوا من قلل الغاز ونقلل الكهرباء طيب لو أحد هنا في النهار ما سيديه رقود في النهار الصايم رقود في النهار والليل يسهر هنا بالعكس يعني يسمر في النهار والليل يرقود على شهر نجوه ما فيه رقود في النهار من حالة يجوه لو فيه كهرباء وما كان الناس بيسوهم كيفاتوا بيرتاحوا لكن ما فيه كهرباء ولا ما لا يتكلفوا النازحين أنهم ينضروا وينزحوا من منطقة هذه منطقة النجاعة إلى منطقة أخرى بأسباب الماء أوضاع قاسية جعلت النازحين لا يمتلكون سبيلا للابتهاج بشهر رمضان فمجرد تفاحصك لصور الآباء والأطفال ترى المعاناة شاخصة في الوجوه فالنزوح سلب منهم كل شيء ففي وسط الصحراء لا حضور لأي من مقاومات الحياة حتى مادة الغاز المنزلي التي جعلت النازحين يعيشون معاناة البحث عن أعواد الحطب بين كثبان رمال الصحراء وكنا في البلاد في أرض قابلها للحر والبرد شوية مجلسي هذا الرملة هذه رملة إذا جاء البد ثلجت وإذا جاء الحر ولعت فأصبحنا في الشهر هذا شهر رمضان مختلف عن الأشهر التي صمنا من قبل قساوة ومحانأة أفقدت النازحين روحانية شهر رمضان وتحول شهر الصوم في المخيمات إلى عبء على النازحين حيث بات تأمين الفطور للعائلة أمرا صعبا وليس سهلا بالنسبة للمئات من الأسر فالمنظمات الإنسانية اكتفت بتوزيع خيامين وجعلت آلاف النساء والأطفال يواجهون مصيرهم في الصحاري ومناطق النزوح لقناة اليمن اليوم فؤاد المجيد محافظة مأرب في سلسل